وفقا لتقارير إعلامية أمريكية استضمت بارجة بجسر فوق نهر أركانسس قرب مدينة سلسو بولاية أكلاهوم الأمريكية يوم السبت وقد تضررت أعمدة الجسر إلى حد ما وفقا للتقرير لم تقع إصابات فيما سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق جدير بالذكر أنه في السادس والعشرين من الشهر الجاري انهار جسر في بلتمور بالولايات المتحدة بعد أن استضمت به سفينة حاويات وتأثرت حركة المرور البحرية حول ميناء بلتمور بشدة